قال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر تامر مرعي أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تنطلق شهريا بقرى مدن محافظة البحر الأحمر قامت بإجراء الكشف الطبي خلال شهر يناير الجاري على 1895 مواطنة وأكد تامر مرعي أن القوافل العلاجية التابعة للمبادرة انتلقت خلال شهر يناير الجاري بمنطقة أبروك والخير شمال مدينة الشلاتين وقضت فيها مدة يومين وأجرت الكشف الطبي فيها على 197 حالة وصرف العلاج بالمجان وفي محافظة أسوان توصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعتها بقرية الدكة وبلغت نسبة التنفيذ بمدرسة الدكة الإعدادية الجديدة 45% كما بلغت نسبة التنفيذ بمدرسة التعليم الأساسي 40% في حين وصلت نسبة تنفيذ مجمع المصالح الحكومية إلى 50%